تقول السائلة تسأل عن حكم وضع رموش اصطناعية في البيت وتتصور بها وتنزعها في الحين هل هذا جائز أم لا؟ طبعا إذا قيل بأن النساء ناقصة عقل فإن النساء يغضب طبعا هذا لشك في نقصان عقل من تفعلوا هذا يبغى تغير الدير رموش عاو دير التصور تحيده يعني ما الذي يدعو إلى هذا؟ فالمرأة خلقها الله عز وجل وجعل لها يعني من الأعضاء ومن الرموش ومن الحواجب ما هو في الحقيقة أطيب وأطهر وأجمل من هذه الأمور الصناعية والمسائل الصناعية هي معروف زيفها يعني الإنسان الذي تستهويه هذه الأمور الصناعية فالحقيقة هذا يعني فطرته فيها يعني الدخن لأن كيف واحد الإنسان يعرف مراته مثلا الطبيعة عادية لها يعني تتجمل بنوعا من الكحل بنوعا من توريد يعني أن تجعل شيئا من الأصباغ التي تجعل خدودها يعني ورضية أو كده لكن الآن يعني هناك تغيير لخلق الله واضح كل أنف ديالها كده وتدير يعني يعني بعض الأمور يعني ما أدري أنا يعني شيء أمور فعني كتغير الخلقة ديالها الأنف ديالها كي يقول لي أكبر مما هو عليه الشفتين كي يقول لي أكبر مما هم عليه يعني رموش صناعية حواجب يعني مرسومة يعني كل شيء مزور فإذا كان الرجل يعلم حقيقة المرأة وتستوي هذه الصورة المزيفة في الحقيقة هذا ما أعلم يعني ما الوضع الذي يوضع فيه هذا قضية عاد قضية الصغير طيب هذا المرأة تجعل هذه الصورة في هاتفها وهذا الهاتف يعني تحتفظ بتلك الصورة أو لعلها ترسلها إلى بعض الصورة ويحباتها وقد تقول لك لا غير أنا وصحابتي شيء بس مكين وذلك الهاتف قد يطلع عليه زوج صاحبتها أو أخ صاحبتها وقد يسرق هاتفها وتقع تلك الصورة في أيدي يعني الأمور وربما يصلوا إلى الابتزاز يعني أمور كثيرة من فقه الواقع ونظر فيه فإنه يجد أمور واختلالات كثيرة فالمرأة يعني نبغي لا تبحث عن هذه الأمور وتكتفي بالأمور التي ليس فيها تغيير لخلقين العزوج يعني إحنا المسائل منذ الأمشروعة يعني بعض الأصباغ الخفيفة التي يعني تجمل الوجه لكن هذا التغيير بها تشكل رموش والعدسات اللاصقة يعني يعني العين بغاية تكون واحد منهار عينها زرقة وغدا عينها خضراء وغدا عينها قهوية وكذا وكذا والرجل يستهويه ذلك وهذا يعني العين أعطاه أن الله عز وجل يعني فيها واحد الحساس هي مفرطة وتصورك يعني تقول لها العين كل مرة يصق فيها كل مرة يصق فيها وربما يقع يعني تصل أخبار والله أعلم بصحتها بأنه ربما كتستعمل مجفف شعر وإذا نسيت تلك العدسة ربما أصابتها بأذن في عينها ربما يصلوا إلى العمى أو نحوه فعلا ما سيدي علش كذلك أمر الناس بالصحة دي لهم وشوفوا أنتم غير الحوادث لك تقع نخلوها عشر جانبا إلى حين غير الحوادث التي تقع الأموال التي تصرف في مثل هذه الأمور يعني ليس المسلمون أحق بهذه الأموال أن تصرف في الأمور النافعة عاد قضية البشرة تتضرر بكثرة هذه الأصباغ لأنها تصنع من مواد فيها أمور كيموية أمور بقية تتأطر هذه البشرات يعني المسام دي الجلد تتأطر عاد قضية حلق الوجه يعني بواحد شكل كبير يعني احتهد الشعيرات اللطيفة التي جعلها الله عز وجل على بدني الإنسان فالمرأة تحلق وجهها وتحلق ساقيها وتحلق ذراعها فهذا كله يعني من العبث الذي لا ينقضي فالمرأة ينبغي أن تعتبر بزينة المباحة الشرعية التي كانت معهودة عند العرب وكانت خفيفة فيعني المقصود بها هو يعني استمالة يعني الزوج من أجل دوام العشرة لغير أما قضية التزير لغير الزوج هذا يعني لا تفعله يعني العفيفة التي يعني تخاف الله على الزوج